الأكوال انتصالت نالت بالقرب البركات الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله من لطائف الأخبار في حب النبي المختار قصة الأسد والأسد معروف أنه مفترس وأنه وحش من الوحوش إلا أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تلين وحشيته ويكون كأنه مذلل خادم جاء في الأخبار أن الصحابية المشهور باسم سفينة كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففي قصة له أنه ركب البحر مرة فانكسر بهم المركب فأوى بخشبة حتى جاء إلى طرف جزيرة فلما جاء إلى الجزيرة إذا بأسد واقف فلما رأى الأسد الناس ترتعب من الأسود وتخاف من الأسود فلما نظر إلى الأسد قال له يا أبا الحارث والعرب تكني الأسد أبا الحارث يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على الطريق رحمك الله يقول فبصبص الأسد برأسه وحرك ذيله ومشى أمامي فصرت أمشي وراءه وهو يمشي أمامي حتى دلني على طريق النجاح فسبحان الله من أنقذه بالتلف من التلف الأسد سبب للتلف والموت فأنقذ الله تعالى هذا الصحابي بسبب أسباب الموت من الموت ذلك ببركة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هنا نتعلم لطائف جميلة أولا هذا الصحابي سفينة أدرك أن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة رفيعة وأن الكائنات كلها تعرف القدر للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاستعمل هذا الكرت الذي معه وقال يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكان هو يخدم النبي وهو من الصحابة المعروفين رضي الله عنه وأرضاه وهنا نعرف معنا شرف هذه النسبة وكرامة هذه النسبة في رواية أن عبد الله بن عمر كذلك لما كان في طريقه إلى الطائف فلقي كذلك أسد والناس تهرب فقال ماذا تفعلون؟ قالوا نهرب من الأسد قال أنتم تخافون من الأسد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يسلط على ابن آدم إلا ما خافه ابن آدم ولو أن ابن آدم لم يخف إلا الله لما سلط عليه سواه فقال يا أبا الحارث ابتعد من طريق المسلمين فذهب الأسد لحاله وتركهم كل ذلك من أثر صلتهم بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المعنى كذلك الآخر والرسالة التي نفهمها من هذا الأسد كونه كان خادما لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخدم فقط رسول الله مباشرة بل عرف القدر لمن كان له نسبة إلى رسول الله لا كما يفعل بعض الناس اليوم ربما بعض الناس اليوم يقول أنه من المسلمين وهو لا يعرف القدر لآل بيت رسول الله ويقول أنه من المسلمين وهو لا يعرف قدرا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ربما سب بعض أصحاب رسول الله أو لم يبالي بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لهذا إن هذا الأسد أحسن إدراكا وأعمق فهما منك فقد عرف قدر نبي الله وقدر كل ما اتصل وكل ما نصب إلى هذا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام فهذا باب من الأبواب العظيمة أن نتقرب للنبي من الأبواب التي توصل إليه بكل ما كان منسوبا إليه من أهله أو أصحابه أو بلده أو علمه أو ما خلف من آثار في هذه الأمة فكل شيء منسوب للحبيب فهو حبيب كل ما هو منسوب لحبيبنا فهو حبيبنا فهذه الأسود وهذه الحيامانات نقول رضي الله عنها لأنها علمتنا وصارت أستاذه لنا في تفقيهنا في بعض ما ربما نغفل عنه بسبب صلتها برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسأل الله أن يقوي صلتنا به وأن يكرمنا بحبه ويجعلنا في دربه ويجمعنا به في حزبه إِنَّهُ أَكْرَبُ الْأَكْرَمِينَ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ بِنَبِيِّ الْأَكْوَانِ اتَّصَلَتْ نَالَتْ بِالْقُرْبِ الْبَرَكَاتْ مِنْ أَسْرَارِ الرَّاحْمَةِ نَهَلَتْ فَسَمَتْ فِي أَعْلَى الدَّرَجَاتْ جِذُعٌ حَنَّ وَسَنَّ